بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وهم اجعل هذا العمل خالصاً لوجهك الكريم واللي يستفيد منه ما ينساش يده وللوالد الرحمة والمغفرة زي ما حضرتكم شايفين ده آخر توبيك عندنا في الانترميديات اكاونتينج وان اللي هو الانفنتوري والمفروض ان هو بنغطيف بس انا واخده كده في فيديو واحد علشان يبقى الموضوع مترابط هنشرح برضو في الفيديو ده وبعدين نحل اسئلة فيديو تاني مستقل طب ليه بقى ليه الانفنتوري ليه محاضرتين هو للدرجات دي مهم اه طبعاً هو اولاً يعني ايه وليه مهم اوي كده حضرتك الانفنتوري ده البضاعة والخامات اللي احنا بنجيبها علشان نشتغل بيها في المستقبل علشان نستفيد منها سواء هنرجع نبقىها او نستخدمها في التصنيع او خلافه علشان كده بقولك الانفنتوري is goods and materials that a business hold for the purpose of production manufacturing and reseal نرجع نبقى it is a key asset for any او for many companies يعني ده asset اساسي وطبعاً asset يعني يظهر في البلانشيت ده غير انه كمان هيأثر في حسبتي لل cost of good sold يعني انا مثلاً لو عندي بضاعة انا شاريها انا شاري مثلاً عشر حاجات من البضاعة اللي انا بتجر فيها وليكن مثلاً انا بتجر في علب الصلصة مثلاً يعني وعندي عشر علب صلصة والعلب الواحدة بخمسة دولار ورجعت قلتلك والله انا بايع منهم ست علب هتقول لي خلاص يبقى اللي فاضل اربع علب فانا لو عارف اللي فضل اللي عرفت الانفنتوري اعرف اللي باعتم كلفني كام الله يعني ده كمان هيأثر في ال cost of good sold ان انت تعرف تحسبها ما ليه والcost of good sold دي انتو عارفين ان هي main expense في ال income statement الله ده كده بقى يأثر في البلانشيت وفي ال income statement كمان ما ليه علشان كده هو مهم جداً الغلطة فيه تباوز لك كل financial statement يبقى ببررلك الاهمية بان ال inventory is important for accounting because it directly impact a company's financial statement profitability tax and overall financial health علشان كده حضرتك الانفنتوري ده مهم جداً 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 للمحاسبين وطبعاً نوع الانفنتوري بيختلف بنوع الشركة حضرتك تعرف ان عندنا ثلاث انواع للشركات فيه نوعين اللي هما المرشندايز والمانيفاكشرينج وفيه شركات service company طبعاً السيرفز هنطلعها برا الموضوع لان دي ما عندهاش انفنتوري اصلاً كبير هيبقى عندها شوية supplies شوية ورق وإقلامه بتاع لكن انفنتوري انفنتوري تلاقيه في المرشندايز وفي المانيفاكشرينج المرشندايز كامباني دي اللي بيبقى عندها نوع واحد بس اللي بنقول عليه مرشندايز انفنتوري او الجودز يعني البضاعة اللي هو محل بيبيع هدوم عنده شوية هدوم مخزينها محل زي كرفور سوبر ماركت عنده بضاعة مختلفة وبيخزينها اما المانيفاكشرينج كامباني لا دا دا اللي جايب القصة من تحت خالص بقى دا اللي بيبدأ من عند الرو ماتيريال فبيبقى عنده خامات الخامات دي حضرتك هي اللي بيبدأ يشتغل بيها علشان يكونفرت الخامات لمنتجات عشان كده بنقول لك عنده اول حاجة الماتيريال وبيبقى قصدي بيها الخامات اللي لسه ما اشتغلش بيها يعني لو انا مصنع موبيليا لو عندي شوية خشب الخشب اللي انا لسه ما استخدمتوهش في التصنيع وما عملتش منه ترابيزات ولا كراسي اهو دا اللي بنقول عليه الرو ماتيريال انفنتوري طب الخشب دوت لما ابدأ اشتغل بيه واعمل بيه ترابيزات وكراسي وارد ان السنة تخلص ولاقي فيه شوية ترابيزات وكراسي لسه موجودين على المكان ما خلصوش اهو اللي على المكان دا بنقول عليه working in process or working in progress سعب بتقال عليه كده او كده اللي هو ايه انتاج تحت التشغيل انتاج انا لسه ما خلصتوش طب والترابيزات والكراسي اللي تكون خلصت وخزنتها هقال لي دي اللي بنقول عليها finish goods دي المنتجات اللي خلصت ولسه ما تبعتش لانها لو تبعت كان هيبقى اسمها cogs لكن كونها ما تبعتش هيبقى اسمها finish goods انها دا انتاج مكتمل ولسه ما تبعش قلتولي دا كلام جميل بس في كل الاحوال ما ينفعش حضرتك يلاقي جوة الانفنتوري حاجة غير الايتمز اللي احنا كتبينها دي يا ميرشندايز انفنتوري في الميرشندايز كامباني يا اما ماتيريا لووب او finish goods ما تجيش مثلا شركتك يكون عندها equipment والاكوبمنت بقت depreciated يعني خلاص الاكوبمنت بقت مستهلكة بالكامل والشركة مش محتاجاها وتروح جاي انت حتطهالي ازا انفنتوري لأ دي بتعتبر property plant and equipment ولو انت ما بتستخدمهاش في شغلك حطه في ال other assets لكن ما تحطهاش في الانفنتوري عشان كده بقولك في جميع الاحوال ما ينفعش اللي في الانفنتوري حاجة غير اللي فوق دول يعني الاكوبمنت زي ما بقولك كده هي تبع property plant and equipment ولو هتتخردها خلاص ما تحطهاش انفنتوري حطه في ال other assets والكلام ده انتعارفوا لما جينا شرحنا ال balance sheet اظن كده من اول slide دي حضرتك عرفت مدى اهمية الانفنتوري طيب المشاكل بقى والمواضيع اللي هناخدها في الانفنتوري في ال standards الانفنتوري ليه standard الوحده متخيل يعني المعايير لما بنعملها في ال accounting انتو عارفين ان في اس جاب وفي ايفرس سواء دي او دي عاملين للانفنتوري معيار لوحده وبيتناول مشاكل كتير احنا هناخدهم بشكل مختصر من خلال سبع نقطة اول نقطة ال acquisition لما الانفنتوري نجيبه اصلا هنكالكوليت الانفنتوري ده بكام الكوست بتاعته هتبقى include ايه ومش include ايه دي نقطة بعدها recording انت لما جبت الانفنتوري هتريكورد كلمة انفنتوري امتى مع كل مرة تشتري ولا هتأجل عملية الانفنتوري ده لغاية ما نعده اخر السنة وطالما هنعده اخر السنة يبقى تعالى نشوف بقى مشكلة ال physical count لما نيجي نعد الانفنتوري عدت الانفنتوري وعدت البضاعة اللي في المخزن هل كل اللي في المخزن ده اللي هيظهر عندك في البلانشيتة زائلنج انفنتوري ولا في حاجات ممكن ما تظهرش لان دي برضو مشكلة وبعدين افرد وانا بشتري خلال السنة كانت الاسعار متقلبة جدا وكل يوم السعر بحال ولقيت عندي بضاعة ميكس شوية بضاعة كنت شارية بالرخيص وشوية بالغالي فيترى لما عد الانفنتوري هقيمه بانهي سعر بالذات لما الاسعار تختلف ها قال لي ايه يبقى لازم نشوف ال cost flow method انت انت بتتبع اني طريقة بتختار من الاسعار القديمة ولا الاسعار الجديدة واللي هناخد لهم average طب افرد قبل ما نعمل وقبل ما نعد الانفنتوري حصلت حريقة والحريقة ديسترويد الانفنتوري بتاعنا تماما دمرته تماما وما بقاش البضاعة فياضل منها ولا فتفوتة وعايزين نكتب كان عندنا انفنتوري ادي ايه وخسرنا في ادي ايه ومش عارفين نستميت الانفنتوري اوي اوي هنعلمك طرق ازاي تستميت الانفنتوري تتوقع الانفنتوري اللي كان عندك ادي ايه علشان تعرف تقفل الدفاتر بتاعتك وقبل الاخيرة بقى واضح ان الانفنتوري زي ما قلتلك بيأثر في كل حاجة تقريبا بيعملها الاكاونتنت طب لو حصل ولقينا ايرور في الانفنتوري الانفنتوري ده هيسمع ازاي في الفاينانشال ستيتمنت الانفنتوري ايرز اند افاكت ام فاينانشال ستيتمنت عايزين نعرفها واخر نقطة بقى ودي نقطة المحاسب الحويت المحاسب اللي بيحب يكون كونسورفاتف لو انت مذكر الكونسيبش والفريمورك هتفتكر الكلمة دي ايه المحاسب الحويت ده محاسب يقولك لو لقيت عندي بضاعة في المخزن والبضاعة كانت مكلفاني رقم معين كنت حسبه في الاكوازيشن انا حسبت في الاكوازيشن الكوست بتاعت الانفنتوري برقم معين ومرة واحدة لقيت الاسعار بتاعت البضاعة دي تهبدت في الارض والبضاعة متوقع ان احنا نبيحها بسعر قليل خالص يعني احتمال نخسر مفروض اعمل ايه في الخسارة دي مع انها لسه ما حصلتش اسجلها ولا صاهين عشان انت محاسب حويت لازم تسجلها اما المحاسب العبيت اللي يقول لك لا انا مش هسجلها لا 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 استنى لغاية ما نشوف بقى ما يمكن سعرها يطلع تاني لا احنا بقى عايزين نطبق الرول الاخيرة دي بتاعت او ساعد بنقول عليها او 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 اوف ماركت او اوف كوست او او اوف ماركت او اوف كوست او او نتريالايزد فاليو ودي بيبقى فيها اختلاف ما بين الايفرس والجاب الامريكي اللي هنيجي ان شاء الله نقولها لك في اخر الموضوع ده بس ايه واحدة واحدة عشان كده الانفنتوري مهم جدا ودسم وزي ما حضراتكو شايفين في سبع نقط نبدأ بقى نسمي الله وناخد نقطة نقطة الموضوع سهل جدا بس تركزه عشان نبقى عارفين كل نقطة كمان احنا محتاجين منها ايه لان مش كل النقطة هتتساءل فيها بس لازم تبقى فاهمها فاهمها لنفسك الكلام ده هينفعك في مواد كتير جاية فوق ما تتخيل فاهم الموضوع ده كويس كويس جدا اما الاغراض الاسئلة هتلاقي كل نقطة الاسئلة اللي هنتسألها فيها مفهاش مشكلة باذن الله ونسمي الله ونبدأ اول نقطة بتاعت الاكوزيشن يعني ايه اكوزيشن اصلا اكوزيشن يعني اقتناء يعني البضاع حضرتك او الخامات او واتفر بقى انت ممشندايز ولا مانيفاكشنين فعايزين نعرف هو الحاجات دي انت بتحسب القيمة بتاعتها ازاي اللي والله احنا عندنا في الاكاونتنج لو انت مذكر الكونسيبش والفريمورك اللي هو ازاي تقيس الحاجات دي ولما تقيس الحاجات دي بيزيك لك معظم الحاجات كلها تقريبا وقلنا كله في البالانشيت بيبقى كوردينج لحاجة اسمها هستوريكال كوست ايه الهستوريكال كوست دا اللي هو اشوف انت الحاجات دي مكلفات كامل والكوست هنا بيبقى اصدنا بيها كل اللي انت تحملته لغاية ما الحاجة اللي انت عايزها دي بقت ready to use كل اللي انت صرفته لغاية ما الحاجة تبقى جاهزة لاستخدام عشان كده بنقول لك ان الفاينانشال اكاونتانت كوست بيبص للكوست بتاعته ان هي كل اللي اتصرف لغاية ما بجيب الانفنتوري لغاية الحتة اللي انا عايزه فيها ويبقى جاهز كمان ان انا استخدمه وده معنا ان الكوست بتاعتك بتختلف باختلاف الشركة يعني لو انت مرشندايز كامباني وعايز تعرف الكوست بتاع الانفنتوري علب السلسل اللي احنا بنصنحها بتكلفني كام حضرتك تحسبها بالمعادلة دي تشوف لي purchase price بتاعك كان كام سعرها الاصلي كام وتشلي منها اي trading discount لو انت مذكر ال revenues sorry the receivable انت اكيد عارف ايه trading discount ده الفصال ال rebate ده برضو نوع من انواع ال discount بس بيبقى مربوط بمدة ملكش دقوة بين يعني ده اسم كده بس تبقى عارف ان بشين منه اي discount عشان اجيب ال net purchase price اللي هشين منه الرادش بتاعنا اللي هما return وال allowance وال discount التاني بتاع الكاش discount بتاع credit term وهقاد عليه اي insurance tax اي حاجة ندفع عشان اجيب ال net purchase وبعدية احط عليها لو في اي تكاليف تانية علشان البضاعة بتاعته تبقى جاهزة في مكان استخدامة زي handling cost ايه الhandling دي لو انت مثلا لو تروح توقف في كرفور كده في في الظهر المخازن بتاعته هتلاقي ناس كتير واقفين شغلتهم بس ياخدوا الكراتين ويرتبوها اهو الترتيب ده بنقول عليه handling المناولة يعني كل دي cost بتبقى include جوة الكوست بتاعت علبة الصلصة في الآخر وتيجي في الآخر تلاقيك كاتب لي مثلا لعلبة الصلصة مكلفاني خمسة دولار اعرف بقى لما اقولك مكلفاني خمسة دولار ان الخمسة دي include المعدلة دي كلها خلي بالك علشان الارقام دي انت انت بقى مش هتحسب المعدلة دي انا بقولك دي مش عليك ومش هتتسأل فيها بس انا بقولك عشان تبقى فاهم ان الرقم اللي عليك ده اللي هتلاقيني يمده لك given في المسألة واقولك ان هي مكلفاني خمسة دولار ده الخمسة دولار دي include call اللي انت شايفه ده ان انا ببقى شاهل منها discount والرادش وحطت عليها free in وحطت عليها عشان يبقى الرقم النهائي ده ممثل للكوست اللي انا هبدأ record بيها الانفنتوري بتاعي طب ده بالنسبة للميرشندايز ومال المانيفاكشنينج بقى لا لو احنا اخدنا نفس علبة الصلصة وقلنا يا ترى هتتصنع ازاي اللي هنا بقى لازم تميز ان المانيفاكشنينج بيصرف حاجات كتير كتير جدا موضوع مش بس سعر شيرة ودسكاونت وهبل لا ده ده هو اللي هيصنع علبة الصلصة فعلشان يصنع بيصرف حاجات ياما طب اللي بيصرفه ده بقى مين هيخش جوه البرودكت ومين مش هيخش واللي مش هيخش ده هنقول عليه period cost يبقى انا هقدر اصنع في الكوست هنا الحاجتين period cost مين اللي هيخش وهيانكلود معايا في عربة الصلصة بتاعتي ومين مش هيانكلود وهحمله على الفترة بتاعتي يعني ايه على الفترة يعني لما اجا اعمل income statement هقول ده اكسبنس عادي ماروش ضعب البرودكت لان اللي هحمله هالبرودكت ده خلي بالك منه حتة هتبقى في شكل كوكز اللي هو البرودكت اللي اتباع ومنه حتة هتفضل عندي في الانفنتوري هايزهر في البالانشيت فخلي بالك البرودكت فيها حتة هتبقى في شكل كوكز وفيها حتة هتفضل اما المصاريف اللي صرفتها وما لهاش علاقة بالبرودكت بنقول عليها period cost عشان كده بقولك البرودكت دي الكوست اللي هتدخل ضمن تكلفة المنتج اللي هيزهر كانفنتوري في البالانشيت وعشان كده ساعات بنقول عليها وهتسمع المصطلح ده في مادة الكوست لما تطلع سنة تالتة ان شاء الله بنسميها انفنتوريا بالكوست ايه الانفنتوريا بل بقولك يعني دي الاستاذ حسام بيفترض ان الكوست اللي البرودكت بتاعنا استاذ حسام ده اللي هو المحاسب المالي يعني ده بيفترض ان دي الكوست اللي بتاعنا هيمتصها هي اوبزورب هيمتص الكوست دي عشان كده لما تطلع ان شاء الله في سنة تالتة وبفتكرني فتكرني دلوقتي وانا بقولها لك هتكتشف ان في ابروتش اسمه ابزورب شان كوست اللي هو من منظور مين اللي هو المحاسب المالي يقول لك انا كل اللي صرفته على التصنيع احطه جوه البروتكت لان الرول بتاعة الفاينانشال اكاونت انت اهي بيقول لك كل الكوست اللي انت صرفته لغاية ما الانفنتولي بقى جاهز ان انا ابيعه او جاهز للغرض اللي انا عايز استخدمه فيه عشان كده هنا بيقول لك كل اللي اتصرف على التصنيع المانيفاكشرين كوست كله واتفر بقى كانت فاريابل اورفكسد يعني ايه دول ولا كايني قلت حاجة هتعرفه من شاء الله في سنة تالتة لما تطلع وتاخد مادة الكوست ومال بقى البروتكوست قال لي لا دي ملهاش علاقة بالبروتكت ودي ليه علاقة بالسنة انا بصرفها كده كده في الفترات اللي هو زي الاعلانات زي المصاريد بتاعت الاداريين مرتبات الادارة والكلام ده اللي هي السيلنج والادمنستريتف اللي ساعد بنقول عليها او نامانيفاكشرين كوست خلاص عرفت ايه الكوست اللي هتبقى انكلود هنا وهنا طبعا المانيفاكشرين الكوست بتاعته المفروض تبقى اقل من المرشندايز عشان ده بعد ما بيصنع بيبيع للمرشندايز اللي هيبدأ يبيع للكاستمر النهائي عشان كده بقولك ممكن علبة الصلصة هنا تكلف اربعة دولار مثلا ويبدأ يبيعها للمرشندايز اللي منه هيبيع للكاستمر طبا دكتور الكلام ده هنتسأل فيه ازاي مش هتتسأل فيه سياتك الله بتشرح قولنا ليه يا دكتور بس يا ابني يا ابني ويا بنتي اللي بيسمعني الكلام ده انت مش متخيل مهمة ده ايه انه يبقى عندك في الباكجراوند تبقى فاهم الموضوع لان بعد كده لما هتيجي كلمة انفنتوري هتسمع الكلام ده كتير هتقول اه والله الدكتور كان قيل لنا على حاجة اسمها ابزوربشن كان قيل على كلمة انفنتوري تبقى عارف بس ان في المرشندايز الرقم اللي بيتقال على اليونت الوحدة اللي بتشتريها ده انكلود ايه الرقم في المانيفاكشرينج انكلود ايه الحاجة التانية بقى المهمة جدا اللي عايز حضرتك تتصورها معايا ان الانفنتوري دوت بيقصر في الاكاونتنج سيستم ازاي وبيتحسب منه ايه فعايز حضرتك تتخيل معايا الموضوع بالشكل ده انت بتجيب البضاعة بتاعتك بانك تشتريها لو افترضنا احنا مرشندايز كامبري انا بجيب النيت برشيزيس واشتري بضاعة نقوله مثلا اشترينا علبتين صلصة جداد اشترينا علبتين صلصة جداد العلبة بخمسة دولار ماشي نمشي مع بعض كده بس عشان ايه اورليك الارقام دي مهم جدا تتخيلها كده طب العلبتين صلصة جداد اللي انت اشتريتهم دول ما كانش عندك علب صلصة في المخزن نقوله لا كان عندي كمان كان عندي قديم عشر علب صلصة يبقى كان عندي بيجيننج انفنتوري عشر علب ونقول العلبة مكلفاني خمسة دولار برضو يلا خمسة دولار انا عايزك تتخيل الموضوع كده لان البيجيننج مع اللي اشتريته ده اللي دايما بنبص لهم مع بعض ان هما الانبوت بتاع السيستم بتاعنا ان الانفنتوري لما حب اعرف الانفنتوري بتاعه او الانفنتوري بتاع شركتي دخلوا كام دخلوا حاكتين دخلوا بيجيننج كان عنده دي ايه من البداية واشتريت علي قديم ان اتنين دول مع بعض لو اتجمعوا بنسميهم cost of goods available for sale افتكر الكلمة دي كويس cost of goods available for sale لو حضرتك تحسبهم معايا هيبقوا 12 علبة صلصة في 5 دولار الله العظيم يبقى cost of goods available for sale بقت ايكوال كام بقت ايكوال سكستي دولار جبتا ازاي دكتور السكستي دولار العشرة في الخمسة اللي هما البيجيننج انفنتوري اللي عاملين خمسين والاتنين في الخمسة اللي هما البرشيسز اللي عاملين عشرة صدق خمسين وعشرة توتل كام ستين والله دي الكوست of goods available for sale خد بالك بقى الavailable for sale دول يطلعولك في شكل حاكتين حاكتين بيكملوا بعض ده كل اللي تحت ايدينا احنا تحت ايدينا 12 علبة صلصة اول عن اخر عشرة كانوا موجودين في المخزن واشترينا عليهم اتنين صح؟ حلو اوي يطلعولي بقى في شكل ايه؟ في شكل حاكتين بقى اعتكام وفاضل كام لو قلتلك ان اللي 12 علبة بقى اعنا ستة وفاضل ستة هتقول لي بس خلاص يبقى كده عبارة عن ست علب من امه خمسة دولار العلبة يعني مكلفني تلاتين دولار لو شلت التلاتين دولار من الستين يبقى اللي فاضل اهو ده اللي هي مين بقى؟ الست علب التانين اللي مكلفين برضو خمسة دولار واقف علي بتلاتين تفتكروا بقى الست علب اللي تباعوا دول انا ببيع العلبة بخمسة دولار برضو لا احنا ناس جاشعين ومن بيع العلبة بخمستاشر دولار يعني كده السيلز بتاعتك بكام؟ اللي والله السيلز بتاعتي بقت ست علب مضروبة في خمستاشر يعني كده السيلز بتاعتي بقت تسعين دولار الله يعني كده تقدر تقول لي كسبتك دي ايه؟ طبعا هقول لك والله بمنتهى البساطة المكسب شلي التسعين من التلاتين يبقى حضرتك محقق gross profit عامل ستين دولار ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انا عامله على الرسمة اللي قدامك دي؟ اللي انا عامله ده؟ ده concept حضرتك لازم تبقى مستوعب وكويس جدا لانه برضو هيفرق معاك في مواد كتير جاية اي شركة merchandise او manufacturing بص على الانفنتوري انه بيسمع معاك مرتين مرة as a beginning مرة and ending ايه بقى الbegining والending؟ قال لي حضرتك وتمشي السيكونس بتاعك بالترتيب ده خدت بالك من الشمال لليمين الbegining مع الperchises لاثنين دول الانفنتوري بتاع اي سيستم عندك اما الانفنتوري والكوكز الكوستوف جوتسول الاثنين دول الاثنتوري بتاع اي سيستم عندك الله بقى لو تلقط معيها دي كمان بص 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 الحتة دي هتلاقي ان الانبوت الاثنين الانبوت الله العظيم الbegining والperchises التوتل بتاعهم equal الاثنين الاوتبوت يا سلام يا ابني لو لقطها لا لا عظيمة هتفرق معاك فحاجات كتير جاية الانبوت خمسين وعشرة ستين والاوتبوت تلاتين تلاتين ستين ايه ده بقى الاثنين equal الكوستوف جوتزا أفلا بالفرسيل الله العظيم يبقى الكوستوف جوتزا أفلا بالفرسيل ممكن احسابها ازاي ببجننج انفنتوري بلاس نيت برشيز او اونبنج انفنتوري بلاس كوجز ولو عندي الافيلابل فورسيل لو شيلت منها الاندنج يدك الكوجز وبالتبادل لو بدلت هات الكوجز هنا وطلع على الاندنج هنا يبقى ممكن اقول لو عندي الكوست Bronze واجب ذا افيلابل فورسيل واشيل منها الكوجز يديني الاندنج بجد ولو عندي الكوجز وعندي السيلز بالسيلنج برايس اعرف اجيب جروس برافت الشكل ده المفروض ان حضرتك قريدي عارفه وعارفه من عند الانكم ستيتمنت بس دلوقتي قدينا عيدنا عليه تاني عشان حضرتك تثبت بقى معايا الكلام ده لان هستخدمه اذا بيزيكس ان انت انا مفترض ان انت عارفه خلاص وولادي الشاطرين اللي ان شاء الله بيفهموا الكلام ده لنفسهم مش على الاغراض الامتحان بقى هتفتكر يا ابني الكلام ده كويس جدا فيه مادة ايمة عليه كاملة قدام في الكوست اه في نظام معين اسمه بروسس كوستنج ايم اصلا على فكرة الامبوت اللي ماست بيه ايقوى الاوتبوت يبقى تاني الاوتبوت بتاعتك والاوتبوت بتاعتي وسواء دول او دول اللي اتنين لازم يبقى ايقوى البعض اللي هي حاجة سمناها خلاصة دكتور الحمد لله عرفناها ونبدأ نخش بقى على البوينت التانية اللي هي الريكوردينج سيستيم ودي نقطة برضو حضراتكو قريدي عارفينها عشان كده برضو الويت بتاعها في الاسئلة مش هيبقى كتير لغاية دلوقتي خلي بالك انا بحدد لك اهوك كلام كويس جدا ايه اللي انت لازم تعرفه لنفسك ولما اجي بقى عند الحتة بتاعت الاسئلة هقولك بس تمسك معايا هي دي بقى نقطة مهمة وجديدة ومهم جدا تبقى عارفة طب دي دي يا دكتور ايه لا دي انا بفكرك بالريكوردينج سيستيم وعرفك ان عندنا تو سيستيمز لريكوردينج للانفنتوري اللي هما ايه بقى اللي هما البريوديك سيستيم اند بربيتشوال سيستيم ايه ده بقى حد فاكر افكر حضرتك البربيتشوال سيستيم ده انا بجرد المخزن بتاعي باستمرار وده باستخدمه امتى لما يبقى البرودكتس بتاعتي هيتروجينيس يعني ايه يعني 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 البرودكتس بتاعتي مميزة وانواحها محدودة ومختلفة يعني انا بتجر مثلا اجنس عربيات عندي ايش العربية الزرقة والبني والرماضي والخضرة انا عارف اميزهم بتجر في كلاسي بس كلاسي فخمة بعمل كرسي للوزير بالشكل ده كرسي للمدير بالشكل ده بعمل كرسي مش عارف ايه زي شركة موبيكا موبيكا ده بتعمل كراسي سبيشيال كده باللي سبيشيال اوردر حضرتك تروح تطلب منه الوردر ويفصل لك الكرسي بقد كده فقد كده حلو قوي طالما انا بتجر في حاجات قيمة قوي كده وعددها بسيط انا مش محتاجة اجل عد المخزن لغاية اخر السنة انا عدد الحاجات عندي قليل فانا ببقى اعرف راسي من رجلي يعني انا اجنس عربيات كبيري هيبقى عندي كم عربية في المعرض نقوله خمسين عربية لو اشتريت عليهم خمسة جداد بقوا خمسة وخمسين لو ربنا كرمني النهاردة وبعت عربيتين بقى فضل تلاتة وخمسين العملية مش مرهقة العملية بتاعت العد هنا سهلة عشان كده بقول لحضرتك اي عملية هنا بتأثر في الانفنتوري دايريكتلي على طول تأثر في المخازن بتاعت وتشوف لي الانفنتوري حصل له اي زاد ولا قال وبالتالي الكوست وفجود سولد كمان هتبقى محسوبة دايريكتلي اول بول هتبقى عارف الكوكز بتاعتك بقد ايه مهم الاتنين بيكملوا بعض ما انت بقيت عارف بقى الاندينج انفنتوري والكوكز بيكملوا بعض حلو قوي مهم ال البريوديك سيستيم قال لي لا ده بقى يلي على الهوموجينيس برودكت على الحاجات الاندستينجوشابل على الحاجات السيم از قلت له ايه بقى دول ايه دول ايه التلاتة دول قال لي دي الحاجات اللي شبه بعض زي محل مثلا بقالة وتلاقي عنده بواكي شبسي ورصصلك عدد الشبسي الكتير قوي دا وكلهم بنفس الباكو بنفس السعر وانتهينا او تاجر كراسي برضو مصنع كراسي بس المرة دي بيشتغل في النوع دا من الكراسي باس عندوش الكراسي الفخمة بقى الغالية دي وعندو في المخزن اشي 2000 ولا 3000 كورسي مخزينهم ايه دا بقى قال لي لا دا العملية عندو بتبقى مرهقة شوية ان هو يبدأ يتابع الانفنتوري او البول ويقول زاد بقى دي ايه وقال لي بقى دي ايه لا العملية تبقى صعبة سيادتك ومارد دا يعمل ايه بقى قال لي لا دا يعد الانفنتوري بتاعه مرة واحدة اخر كل بريد عشان كده بنقول عليه بريادك سيستم يبقى الريادك سيستم دا بقى يسجل ويريكورد العملية ازاي لما نيجي نعمل الانفنتوري بقى قال لك اوعى تجيب سيرة الانفنتوري اوعى طول السنة تجيب لي سيرة الانفنتوري الانفنتوري مش هنجيب سيرته غير لما نعده اخر السنة بس عشان كده بقولك بيسجل كل عملية باسمها اشتريت قول برشيس اللي اشتريته رجعلك منه جزء قول برشيس ريتورن خدت عليه ديسكاونت لكن اوعى تستخدم كلمة انفنتوري في الانتريس بتاعتك حضرتك هنا الانفنتوري اللي بيبقى موجود في دا فترك دا بيبقى البيجينينج انفنتوري مش الاندينج لكن البرباتشوال بيبقى الاندينج خلي بالك طب وامتى يظهر الاندينج لما تعمل فيزيكال كاونت لما تعد بقى اه وتعمل لي علشان تطلع الاندينج انفنتوري انا مش فاهم حاجة دكتور يعني مثلا خلينا نوريها بارقام لو حضرتك افترضنا مصنع علب الصلصة اللي انا شغال عليه من البداية ان كان عنده عشر علب صلصة انتتي اي جانيوري فرست يير وان انفنتوري كونسست اوف تين يونيتس وذا كوست اوف فايف دولار بري يونيت عنده عشر علب صلصة العلبة مكلفها خمسة دولار دا فولوينج ار انتتيز اي يير تو ترانز اكشن يبقى في السنة التانية عمل عمليتين بس تعال نشوف ايه العمليتين هو قريدي عنده كمع علبة صلصة في المغزن عشرة قلتلك باع منهم ستة باع منهم ستة في ابريل فرست وباعهم بتسعين دولار احنا جاشعين يا عم بمبيع العلبة بخمستاشر دولار اللي وفع لنا بخمسة يلا عايز اعمل الانتري انتري البيعة نفسها مبدئيا انا هنا مفترض ان البيعة تمت اين كاش يعني انا التسعين دولار دول ابطهم كلهم اين كاش البيعة نفسها عشان ريكورد العملية دي سواء بربتش والاو بريودك لازم اريكورد ان الكاش حصل له انكريز وانكريز بسبب ايه بسبب السيلز ريفنيو الكاش لما يانكريز يبقى دابت ازا ان اسيت والسيلز الريفنيو الريفنيو دايما انكريدت يبقى الانتري بتاعي هنا وهنا واحد اهو كاش دابت سيلز كريدت زي الفل بتسعين خد بالك بقى البربيتش والبقى يقول لك استنى قل للانفنتوري حصل له ايه خدت له خلي بالك الانفنتوري الستة يونت اللي اتباعه دول متسجلين في الانفنتوري ان الكوست بتاعتهم خمسة دولار خد بالك بقى الانفنتوري ده اسيت والاسيت لازم يتقيم بالكوست ما احنا قلنا الكلام ده في الشرحتين اللي فاتوا يبقى لازم حضرتك في البربيتش والسيستم لما تبيع وتطلع ستة علب صلصة تقول للانفنتوري حصل له ايه طب فكر معايا كده لما بيع وطلع علب صلصة من المغزن الانفنتوري زاد ولا قال والمصحف قال والانفنتوري ازا نقست لما يقل يبقى دبت ولا كريدت يبقى كريدت وقلب كام اللي مركز بقى الستة علب العلبة بخمسة دولار يعني قلب تلاتين دولار والله ايه دول بقى دول الكوستوف جودس صوت ده تكلفة البضاعة اللي تبيعت الستة علب اللي تبيعه عشان كده الانتري بتاعك هنا يبقى كوجز دبيت از اكسبنس ولو تاخد بالك اكسبنس هوا حصل لهم كريز بستة علب في خمسة بتلاتين دولار والانفنتوري حصل له دي كريز قال الانتري ده يتعامل في البربيتش ولا ما يتعاملش في البربيتش يتعامل في البربيتش ولا ليه لان ده بيتابع الانفنتوري اول بول البريودك يطنش ويقول لك مش لازم مش لازم انا هنا بس هريكورد عملية البيعة وخلي الانفنتوري نبقى نعده اخر السنة باذن الله طب الترانزاكشن التانية هفترض ان احنا اشترينا بعد كده في اشترينا علبتين صارسة جداد والعيل بوقف علينا بخامسة دولار انا برضو موحد سعر الشيرة هنا عشان حاجة هتعرفها قدام لان الاسعار دي لو اختلفت كانت هتعمل لي مشكلة في الانفنتوري هيبقى من انهي سعر بس خلينا دلوقتي مفترضين ان السعر سابت حضرتك دلوقتي انا اشتريت علبتين جداد منهم خمسة دولار يعني العلبتين دول مكلفيني كم عشرة دولار قل لي بقى ده لما نيجي نريكورد عملية الشيرة دي اريكورد ازاي في البرباتشول وفي البريوديك قال لي انا حاجة البرباتشول مش انت اشتريت قل لي ده يعمل ايه في الانفنتوري ده يزود انفنتوري خلاص ويزوده بالكوست ما هو رقم الكوست هو انت عندك رقم غيره الكوست كانت عشرة دولار يبقى الانفنتوري انكريز بقى ديبت ومين كريدت الكاش على اساس ان انت اشتريتين كاش يبقى انفنتوري ديبت كريدت كاش خلاص خلصت امال البريوديك قال لي على الله على الله تقول انفنتوري امال اقول ايه قال لي قولها باسمها برشيز بدل ما تقول انفنتوري قول برشيز يبقى البرشيز بتاعتي بقى الديبت بالتن والكاش كريدت بس شكرا طب ايه بقى اللي هيفرق دلوقتي قال لي ارا حاجة البرباتشول من غير ما تعده ولا تعمل حاجة بقيت انت عارف عندك الكوكز بكام وعندك الاندينج انفنتوري بكام حد يقدر يحسبهم معي اوالله الكوكز بتلاتين والاندينج انفنتوري بتلاتين جبتوا ازاي دكتور الاندينج اقولك بالمعادلة دي قلت له والله انا عندي 10 علب من امه 5 جنيه اوالله 5 دولار العلبة مكلفاني 50 واشتريت عليهم علبتين بخمسة دولار مكلفاني 10 بقى توتل الانبوت 60 صح طب الانبوت دي بقى انا طلعت منهم وبعت كام علبة 6 علب مكلفاني 30 يبقى كده الاندينج انفنتوري واقف علي بتلاتين وهديني جبتوا ده مين البرباتشول من غير ما نروح نعد مخزن انا عارف ان عندي اندينج انفنتوري عامل 30 اوالله بريوديك لا بريوديك يقولك لا معلش انا لازم اروح اعد المخزن واعرف فاضل عندي كام علبة طب رحت عديت المخزن وعملت physical count ولقيت year end result of the physical count was 6 inventory units عرفت ان اللي فاضل عندي في المخزن 6 علب هتقول لي دكتور طب ما نعرف انه هما 6 10 من البداية واشتريت عليهم 2 يبقوا 12 اللي 12 بعت منهم 6 يبقى فاضل 6 ايوا حبيبي بس انت كنت عارفهم directly وبشكل واضح ومتسجل عندك في الدفتر في البرباتشول سيستم البرباتشول كان معروف ومتسجل عندك اصلا لكن البريوديك لازم تروح تعد وهنا ما تاخدش الموضوع بالهيافة اللي انا عاملها في الشاشة دي بعضا انا مبسطه لكن انت لما تبص الشركة بتتعامل في ايتمز كتيرة جدا زي باوك الشيبسي او الكراسي وحضرتك بتعد المخزن بتاعك اخر السنة علشان تعرف فاضل كام يونت وتعرف تستنتج الكوكز طب فين الكوكز هنا بقى الريكورد الكوكز ازاي اللي سهلة حضرتك الريكورد الكوكز بانتري محوري ايه الانتري المحوري ده لوزنج انتري او بمعنى ادق انا هضرب بيه عصفورين بحجر واحد ايه بقى العصفورين حضرتك مش الاتنين دول اللي هو البجينينج انفنتوري والبرشيزيز كنت بتقول عليهم input اه الاتنين دول اذا input بيطلع oùك الاتنين دول والله العظيم بيطلع où لي دول اذا output اه مين الاوتبود بتاعك حاكتين الاندينج انفنتوري و الكوكز طب بص كده بص بص لو تجمع دول للعظيم ستين ولو اجمع دول للعظيم ستين طبعا عارف أنت الستين دي اللي بنقول عليها ايه يروح جاي المحاسب بقى في الperiodic system اللي مظهرش فيه كلمة inventory خالص يقولك هاتلي بقى الbeginning inventory اللي موجود عندك في البلانشيت من السنة اللي فاتت والpurchases اللي اتنين دول beginning inventory asset والasset debit والpurchases لو انت مركز هتلاقي والله العظيم انت مسجله هنا برضو debit اللي اتنين دول بعد اذنك قلهم شكرا اعمل لهم وعلشان اكلوز ال input اللي اتنين اللي ديبت يتحولوا ايه كريدت طب ودول بقى اللي دول نعمل لهم بقى recording نسبتهم عشان كده بقولك انا هضرب عصفورين بحجر واحد والكوكز يعتبر expense expense لما تحب تعمله recording تخليه ديبت والending inventory ما ده هيبقى الاسد بتاعنا يبقى ديبت الله يبقى كده ديبت مين كريدت مين ديبت ال output كريدت ال input ما تنساش بقى ديبت ال output كريدت ال input والله العظيم ايه ده بقى عشان انا بلغي الحاجات اللي انا كانت موجودة عندي في دفتري وبسجل الحاجات الجديدة وهنا ظهرت الكوكزي وظهر ending inventory بس الكلام ده امتى اللي مركز معايا الكلام ده اخر السنة add the end of the period عشان كده اسمه ايه periodic system ده ظهر عنده كلمة كوكز وending inventory مرة واحدة اخر السنة لكن اخينا ده بقى لا ده كلمة inventory وكوكزي كانت شغالة طول السنة بص ده في ابريل فرست وهنا كان ماي فرست محتاجش physical count طب دكتور هنتسأل في الكلام ده ازاي مش هتتسأل فيه برضو ايه ده دكتور انت بتشرح كل ده لا مش هتتسأل فيه الاسئلة هتبقى مفترض ان احنا عارفين ان انت عارف الكلام ده اللي هو خلاص بقى انت عارف يعني ايه periodic يعني ايه perpetual عشان كده مش هنيجي دلوقتي نديلك transaction ونقول لك مثلا دي هتبقى ازاي في الperiodic او الperbitual او لو حتى سألنا كده هيبقى من حقنا لان حضرتك قريدي عارف الكلام ده وولادي الشاطرين ان شاء الله يكونوا استوعبوا الكلمتين دول اللي هنبدأ بقى ننتقل منهم للنقطة التالتة مفلوس بقى اهيه عايز بقى الحاجات يا سيدي اللي بدرجات والحاجات المهمة اللي هنتسأل فيها ابدأ بقى معايا من عند الperiodic او الperiod end physical count حضرتك بقى الphysical count ده هيقصر معنا ازاي هنعمله ليه هنعمله امتى هيسمع معايا ازاي في الانفنتوري انا بقى عايز ابدأ الحتة دي في فيديو مستقل علشان من هنا هيبدأ الجد يبقى الحتة اللي فاتت دي انا هاعتبر two points بتاعت ال acquisition والrecording system لان ده كلام يعتبر introduction للانفنتوري حضرتك تبقى عارفه لنفسك وهتشوف دلوقتي وانا بشرح في ال topics اللي جاية والنقطة المهمة اللي جاية انه كلام اساسي لازم حضرتك تبقى عارفه علشان تعرف ان شاء الله تفهم معايا النقطة اللي جاية بس خلينا بقى نبدأ النقطة التالتة دي في فيديو مستقل علشان من هنا هيبدأ الجد ترجمة نانسي قنقر